رجعنا من جديد في سبولميكس في الجسر الأخير من الحصة متعنا اليوم نحكي عن مقابلات الجلال الثامنة اللي بيشت لعب غدوة وبعض غدوة إن شاء الله البداية بمقابلة التراجي للتونسي ومستقبل قابس فابت تراجي مع اسكندر القصري بعد الفوز ضد النجم السياح لظهني المعنويات ارتفعت متاع الفريق هل توقع تغييرات في تشكيل التراجي بالمقارنة مع المعاتش بتاعيت واله؟ نصور رون اسكندر القصري بيش حافظ على نفس التشكيلة ممكن إذا كان فهمت تغيير ممكن يصير يعني يدخل موكونا من بداية المقابلة لكن اجمالا في الدفاع ما نصورش كان فهمت تغييرات تذكر ممكن تغيير في الوجوم يدخل إذا كان الكوبي متاع رودريغيز موكونا وانا ممشيت بوتيتر يدخل شموكونا عشان بلاست ممكن في بلاست ساس ممكن ما نرجموش نشوفو الارب عثلين تثى واحد ليحبذ والتقال انو يحبذ عباها مدرب جديد للتراجي نصور اسكندر القصري بيش تشبث باختياراته وبالأفكار متاعه هو حاليا المدرب متاع الترجي الرياضي للتونسي وما هو نقص خبرة الحقيقة روي اذا كان نشوفو فارابور للمدرب اللي تجيز اسكندر كيف عنده خبرة كبيرة برشو كفاءة تونسية نصور انو الافكار متاعه هي اللي بيش يحطها في المقابلة القادمة كيما العبض مع النجم الرياضي الساحلي ونجح حتى الكوتشينج متاعه والحقيقة في مقابلة النجم الرياضي الساحلي كي ينجح بصيفة كبيرة برشو وفهم اللي في وقت من الأوقات المقابلة ماشية للتراجي ووقت اللي النجم الساحلي تراجع على المستويات كل البدنية والفنية دونك دخل موكوناو وحصلت تغييرات وتمكن التراجي وانو على الاقل يسيطر على المساحات اللي يخليها النجم الرياضي الساحلي المقابلة القادمة ضد مستقبل جيبس عكس النجم الحقيقة مستقبل جيبس شوفو انو حاضر اكثر خاصة سو البلان اغريسيفيتي وبلان كومباكت والحقيقة والقروب قوت للمستقبل الجيبس مش في الفنيات متاعها فاما ملعبية نجموا يعملوا الديفيرانس ضد ضد يعني جمعيات وفرق على نفس المستوى لكن مع التراجي نتصور قوة المجموعة هي اللي تنجم تقلق التراجي الرياضي تونسي وتو معهم شياب اللي نعتقد شياب يعرف بقدار التراجي الرياضي تونسي ودرس كل النقاط اللي ينجم تخلق الفرق بالنسبة للتراجي ويعرف تراجي بقدار ونصوروا انو يعني في الاسبوع هذا حضر الجمعية متاعه كومي الفود بموكنا شياب عندو تو ثلاثة اسابيع تقدم مع المستقبل الجيبس يعرف كل كبيرة وصغيرة على المستقبل الجيبس عرف بقدار اللي في كتف متاعو وننتصوروا انو مقابلة منسبة التراجي ما هيش بش تكون مقابلة في ريمون مقابلة صعيبة برشة لكن بش مستقبل الجيبس بش يعني بش يعطي نعرف اللي عنده برسوناليتي كبيرة برشا ويحاولوا يخرجوا بالمقابل بتاعهم بيخاف الأضرار المشكلة اي اظنوا انه اسكندر قصري نجح في الامتحان بتاعه يعني ما في التارج الرياضي بعد الانتصار عن نجم والوجه يعني المرضي اللي قدمه التارج الرياضي ممكن ذلك يخلى حتى الادارة تغير الموقفة من اسكندر قصري لانه اسمعنا اقبله اسكندر قصري بمجيء المدرب جديد عشيكون يعني في الادارة الفنية هو في تونس ماتشي بدلو ماتشي هبط ماتشي هزة ماتشي سيوجدي ماتشي السيابيك كان غضب على اسكندر قصري بعد ماتشي طولت بدلت موعدة في تونس نهار يزوك على العليق ونه نهار يعني في امتنية واحد دونك آآ الادارة اظن انها آآ صار عندها ثيقة اكبر في اسكندر قصري وخلاوها اظن في الاسطاف وبروت بتمدرب انترنور ومبعد يجي الانترنور راسيسطان ويظلي اللي بشي يجي مع المدرب الاجنبي دونك نتصور وانه تثبيته مع الفريق الاول يعني اذا هي اعتراف بالامكانيات يعني والنجاح بتاع اسكندر قصري في قيادة الفريق انا اظن عكس ثابت يظلي المبارات مش تكون صعبة وبرشة على مستقبل قبز بصراحة يعني اظن انه مستقبل قبز يزم يكون جاهز يعني على الاقل من ناحية دفاعية ويزم يخدم على كل قوة المستقبل قبز في دفاع متعورة اي الدفاع ميكفيش يزم تخدم زاد على الكورات المرتدة مليه وتحاول جيب يعني بعض الكورات الثابتة مش تنجم تخلق تارج رياضي دونك اسكو تارج رياضي مش يخليه الفرصة معناها للمستقبل قبز وانه يطلع ويعمل مرتدات هظن وانه بعد المباراة تمتع النجم الساحلي تارج رياضي يقع تارجي معاقبة برشة بمستقبل قبز يعني نصور شونه مستقبل قبز نجم تصنع الفرق في الكورة الثابت تارجي معروفة خاصة دفاعيين لا وشنو يقول تقدمها تنجم ديك كرة جيك روكنية واحدة ساعة جيك روكنية واحدة مخالفة واحدة وعندك شكون يستد مليح المقالفات نجم يجيب لك طرق مستقبل قبز نجم يجيب الكورة الثابتة القامية الطويلة برشة اللي تنجم تصنع على كل حال معناها على قل نظرين هذا المطلوب انتي كمش تلعب الدفاع خمسين في المياه يزم تكمل خمسين في المياه الاخرين اللي هم المرتديد واكيدا ثم كورة الثابتة هذا السلاح دعا فيه في الكورة موش تدعا فيه حتى كالعام فرنسا اخذيت كوب ديمونت باللاتاك رابيت لابني دانك الكورة الثابتة يعني مهمة تاوه في الكورة طويلة الثاني بالنسبة لي جاء مع فريق القا بدأ يرقع في اللاحد النقاط القوى متاعه بدأ كده نشوفنا احنا مع الترجريا دي الفرسيون بتاع اسكاند القاشرى ما هيش الافرسيون متاع كاردوزو معناها العبره وجوم ما شفتش بارشي سيواجي التبديلات كبيرة تقريبا نفس الفريق شوفناه لا ما نحكيش على لا الترجرة دي ذنك الاسمة يا راو. يش نقولك. حتى حتى فرسم التكتيكي. قبل اللعب الشرط الاول مع اليتوال دي لا. بعض جاوزوز هداف وكي لكن الشرط الاول قبل اللعب بتراجي مع اليتوال. دي ما كانش تسجل. الترجرة دي تربح واحد بلاش ولا تتعادل ولا. في كاس فريقيا سجلت تقريبا ثمانية هداف يزمت شوية. اي في منهم ما تشاربعة ولا قداش معاش قلنا ده تشكون مارالولا. حتى نجعلك اي. اي. ضنك ده. يعني كانت ممتاز الترجرة دي ضد النجم ساحلي ونجح. اسكندر قصري في اللعبة تاهم. طوى ما عاشش انا شعب الليلي شنو بشي حذر. طوى انت يا ثابت تقولي شعب الليلي يعرف الترجي. الترجي تعرفها ناس كل. مم. بقينا شنو الاليات اللي عندك. باش باش تلعب كيفاش شنية الخطة شنو البلونت جول باش تعملو ضد الترجرة دي. قداش بس تسمت في الدفاع. قداش بس تخرج في الهجومات السريعة. هداي باش نشوفوه في الملعب. نجم انجح فيه المدربي نجم ما ينجحش. احمد اعقاد لاجانب ذهي اه كيف كيف. قلو ما تش يععمل تسائل وليت فالترجي شكوم ش يعبد شكل اش كونشو في اليوم اه اه الجانب اليزم يتعمل داليوم في ماتش كم هكا اسكندر القصص؟ بالله خلنا رجع السهل سيواج دي. اي مستحق. من عرش سيواج دي من عرش يتفرج في 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 الاسبيونس او او الا تفرج فيه ماتش في البطولة الانجليزية أداة التارجري ما كانش في المستوى صحيحة أربح وعمل اللي يجب أن يتعمل وعاد بثلاثة نقاط أما الأداة كان سيئ للغاية التارجري انتصر لا خنكونوا موضوعيين وما يزمناش ننفخوا في صورة فريق ولا ملاعبي ولا مدرب أنا في تقديري نسخة التارجري التونسي في المباراتين اللي فاتوا هي نسخة كاردوزو لم يتغير شيئا سواء في الرسم التكتيكي سواء في الأداء التارجري كان بعيد هي سرع الموضوع ومش هذاك الأداء التارجري التونسي بالليف كتيف الموجود اللي عنده التارجري عالي لا مش سيتي في جمع لا مش سيتي لا لا إثابت أنا منيشي اللومة على اسكندر القصري وأنا أنا قاعد نقيم فيما حسب اللي شفته زوزمات شوية للعبها من التارجري التونسي سواء ضد النادي البنزرتي وإلا ضد النادي الساحلي مش هذاك الأداء المطاربية التارجري التونسي فريق بشير على بعض جمعتين ليس بذلك الأداء تعمل نجاح التكتيكي ثم أفرق ما باللي تفكر فيه ولي قلتو أنا نحكيه عن نجاح التكتيكي نحكيش عن الجمالية والفرجة على أي نجاح التكتيكي تتكلم كورة ضربت في ساق النجاز مش النجاز تتعود ستين مرة ما تدخلش لكورة ذيك الكورة الثانية حارس مرة ما معتها ماشي كانوا معنا شنو أتاقون بين دو ديفونسور وماشي القارديان يعطي فيه حل بشي مركي شو؟ أراه عندما نتحدث على التارجري هذه تكون حاولوا وكونوا موضوعين التارجري هذه تونسي كان سيئا وأنا انتظرت من اسكندر القصري لأنه مدرب مشهود له بالكفاءة والفرقة اللي دربها كل كانت تعمل في أداة جيد كانت تلعب كورة جيدة لكن مع التارجري تونسي فزوز متشويت اللي فاتوا التارجري كان خارج الموضوع كتشوف ما يجم زيدة أحمد باش ما كونيش متحمل عليه خلي بصمة في في جمع على عشرة أيام زاد شو؟ إسلام أنا منيش نحكي على بصمة أنا نقيم في اللي شوفت لأداة تارجري هذه تونسي فزوز متشويت رأه لا تحامل لا تنبير لأنه عندي مشكل مع التارجري أما نحكي اللي فكتف الموجود عند التارجري تونسي المستوى تارجري تونسي من المفروض نشوفه كورة أفضل وكورة أرق رأي ما زلو إسكندر قصري المطلوب من إسكندر قصري ومن أي مدرب آخر يجي في مكان إسكندر قصري في الوضع يديك وأنه يعمل بلونت جو صحيح وينجح فيه ويجيب تلاثة نقاط عمال بلونت جو صحيح نجح يجيب تلاثة نقاط يعمل اختيار تفضل على القلب مبارات صعيبة ياسر رأي نجم الساحلي يعطاه كل ما عنده بالمبارات هذيك لأنه يعرف روحك ما ينتصرش المبارات هذيك رأي بشيابة في أسفل الترتيب أنا معاك يا كوتش أنت واجهت أسوأ نسخة من النجم الساحلي في التاريخ لا أسوأ نسخة لا سمحني مبارات هذيك لا لا قدم مبارات جيدة أنا نجم الساحلي لا النجم الساحلي الروح اللي لعبوا بها اللاعبين بالمبارات هذيك مشفنايش في الستة ولا سبع مبارات اللي قبلها كل يعني النجم الساحلي لعبده ضد الرجل الريدي كيمة واحد بشيابة في الورقة لأخرى متاعو اللعب بكل شي على شوط كن النجم الساحلي كمور حضور جمايري اللاعبين عدم مقابل على شوط على شوط على خمسة واربعين فكرة أنا لنقذ ريت النجم الساحلي رغم الكوبي قتلك ما هيش هذيك النجم الساحلي نعرفوه عبر التاريخ ورغم ذلك كان أفضل من ترجل اللي يغير اللي يغير نتيجة المباراة وشكل المباراة هو الهدف اللي تسجل للنجم الساحلي معنا تأثر عليهم تأثير كبير أما التاريخ ما كانش ممتاز ما كانش معنا ما عملش مردود كبير كان عادي التاريخ ريت النسي مردود وفي بعض الفترات كان ضعيف أنا مارينة حتى جملة تكتيكية مارينة حتى خروج بالكور مارينة حتى تروها كاتباس على بعض كانوا فهمة مشاكل تكتيكية كان مشاكل كبار شوف النجم الساحلي كما كان نحكي سواجيته وحذر المقابلة متاعه يعني خاصة نحكينا مرة أخرى ذهلي في المقابلة وحللناها للنجم الساحلي نحكيو على ماتش لتوال واليوم ونحكيو على ماتش طويل نجح لأولى نجح لحقيق وقف التاريخ ترسي على الأقل فيما تاخد خروج بالكورة والسبب برشا مشاكل التاريخ تخل في اللي ديال تخل في اللي كونتاك ما هو موضوع نحكينا عليه ماتش لتوال بالباه ونحكيو أكثر عن ماتش المستقبل قابل فقط مختارة نحكيو على حكام الصادق السلمي هو حكم المقابلة باش يكون نهبطوا لبراح التعيينات للحكام خلأ أعطيكم التعيينات الساعة وبعد نعطيك تعلق عليهم الأولمبيل برجي جرجيس وثماء بن سحاق أستاذ العمران يوسري بوعلي اتحاد الطوين لكلوب بديسة بن سالح الترجي مستقبل قابل صادق السلمي سيابي لتوال محرز المالكي مستقبل اسليمين قوف القفصة سيف الورتاني نجم المتلوي اتحاد بن جردان هيثم القصع الاتحاد المونستيري والسياسيس الحكام ناعم حسني بعض الملاحظات باش عتك تعلق عليهم وإلت حب تعلق وبعد نعطيك الملاحظات لا خلنبدأ بالمقابلة هذه صادق السلمي وجمال الدور عمور بريدة ومتصر بالعربي عم صالح القرجي كوميسير المقابلة هذه توشف التحكمين اللعبات كلها تراجي لكن رو الصادق مطالب يقدم مقابلة بها لخطر الصادق جمع جي يتير الكوردفور كوردفور وتشاد مقابلة معه الحناشي وخليل حسني في تار تصفيات أمم أفريقيا إذا كان لديهم اللجنة ويبدأ الانترنسيون عنده ماتش يلمهم الكل مبعادهم بشي يمشي وهو ماذا بهم يبدأوا الكل معينين حتى مشكلة هذا كيف يتعين يوسري بعلي مثلا بعد تقريبا نسبوع عشرة أيام من زواجه لا هو يوسري بعلي حاجة أخرى برشعباد يبدأ تحكي على يوسري بعلي وزواجه هو زواج يوسري بعلي خرج على المعتاد الزواج العاتي لا 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 أخذ مرسم زواج ومرزه غادر طرف الوطن ومشيت على روحه خاطر تعيش البر هو عمل مراسم ومازل إن شاء الله يقوم وقته لأجي يعدي ذو نوس مرسم يعديه لكن يوسري بعلي موجود وحاضر قاعد يترين معنا صدقني من وقت الجماعة ذي كنت تعال ويحد الرجل يترين حتى يعاد يصاريته من غضوه يترينه التعين يسر يبو علينا الرفيه باعتبار الراجل قرى أن يحاضر ما نتصور يعني خطر شفتو اللي عرض في تونس بشفة عامة لو تبقى جمعتين وثلاثة جماعات خارج عرض الوطن ما نعني إذا كانوا موجودة هنا ما نعني عمل بغنمس هؤلاء اللي لابس عليك في كنتي معناه موش النس الكل لا حتى يسر يبو علي لابس عليك بعض الملاحظات الأخرى مختار عودة سوفيان لورتاني سيف 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 لورتاني بعض الملعب التونسي وترجي ولكلام اللي صار ولي قال تعاقب فيه نحنا قلنا ما صارتش حتى عقوبة لكن اليوم القاوة يعود هي خاتر هو توقظ لي لنبدأ ونحكيه على زوز الليجين ينجم يكون تعاقب في اللجنة هذيكة ولجنة هذي عطاتوا يعدو بليتو تعاقب مرينه وش لوليد عنده ذو اللي عمل كاتريا مع حسيم نجم على الفت وعمل في الليك دور الوليد ملازموش الوليد هذا بالذات ملازموش يقات الوليد هذا حتى لو كان غلط حتى اي نوع عم تعقلت فما حسن النية ولا الوليد عندك فيه ثيقة رجعت وانا طوي تعيين وهذا يأكد اللي كونه اللجنة هذي عطر فيه الثيقة والوليد تعيين اتذيه صارت اربع انتنسيونو ثلاثة خبرة فيهم القصعي وباديس وسامة بن سحاق ووليد جون معنى هكاية بش تمشي في الاستراتيجية ابن صالح يرجع النادي الافريقي بعض الكلام اللي تقال العمناو على ماتش السياسي سقايد رمي القوارير ومقايدش وبرشة الكلام اللي تقالت عليك كيف اشتقالها التعيينة ذي؟ بعيدة على عمنا ولوسنا ومش في ردس في تاتاوين معنى هذي كان عدا كل هنا يروا كل الاربيتر بش يجي عنده تاريخ مع كل جمعية الصادق هوا مع التعراج يسيدي هاي كل ماتش رو جي ترجع الاربيتر تقاعمل مشكلة مع جمعية لذا هنا اللجنة انا بالنسبة لي انا نجاح نجاح النسبي مش كولش لكن فما نجاح متى خمسة سعين بالمئة الجمع اللي فات جمع اللي فات مو حكينا على نظال وحكينا على كذا باللي يحكيوه وباللي يخرجوه في اللي مضيوله الكل انا بالنسبة لي انا نجاح الجورني اللي فات تخلي اللجنة في في عريق حياتك محرز المالكي معاين رغم الخطأ اللي عاملوا في ماتش السياسيس والكلوب نقاوها موجود في المقابل خالد قويدر تقريبا مش موجود بعض اللي صافي ماتش بيجا والكلوب فماش معاملة بمكي علي اللي هنا لا محرز المالكي انترنسيونال يغلط ما يرتاحش يغلطها ورتاح جمع جمع ماتش كلوب والسياسيس تحفيه جمع كنو مفهمتش معنا يا جمع ماتش كلوب والسياسيس يغلطش ارتاح اصبوع واحد في بيجا لك فيجا لعبة المستير لعبة الباجا باجا والمستير هاني قلت لك انا سياسة متاع اللجنة هذية مختلفة على السياسة متاع المشرف العام اللي اعينهم اللي احترام اللي قاعدوا يمشوا في نفس السياق متاع المشرف العام لكن طوى حاليا أنا بالنسبة لي انا المحرز المالكي بلاستو موجودة سوان موجود وهم بلوس ماتش رو شوك بالنسبة لينا المحرز المالك رك تحكي على سيابي خاسرة وتحكي على الاتوال خاسر معنا يزوز حاشتهم بالماتش باي سيواج دي خلنا حكي شوية على الكليوب وتطاوين الكليوب بعض 3 عفرات تذا ما تشويت خلنا نقول وما خذيتش فيه من نقاط الكاملة اليوم يمشي التطاوين كيفاش شوف ما تشيره شوف في البطولة بتاعنا مباراة كل صعبة تماشى دي تطاوين يعني لخرة نية في الترتيب واضعف خد دفاع قابلة اقريبا لخمستاشن هدف بسبعة مباراة يعني في كل ماتش تقريبا تقبل اهداف يعني معدل كبير برش مقابلة صعبة نادي الافريق وسهلة على التارجي سهلة على التارجي وسهلة على التارجي وسهلة على نادي الافريقي التطاوين بالنسبة للمستقبل قيبس و تارجي مقابلة سعيبة سهل على تارجي تونسي. بالنسبة لدي الفريقي مقابلة سعيبة يعني. هي تم فرق كبير وين بين تلعب في ردس. فهمني ما بين تلعب في ردس وامام جمهورك وكل شيء ما بين تمشي تلعب في ملعب تتاوين. يعني ناتي الافريقي بشي يلعب في تتاوين. تتاوين في نورة بالاخيرة. تتاوين المستوى نتيحة سناب عيد علينا فاليتي حتى تتاوين له تقريبا معي. شوف الكورة هتتار وهم مدربين يعرفوا. راقو كي تلعب ضد فريق جريح و ترتيب والاخر و مشاكر و غرفات متعامل عباية و فلوس ماذا ماش و كل شيء ما تعرش عريك ساو متعامل عباية و اختي لي جي تلع مع جماعية كبيرة. راقو شو ضد ندي الفريقي ننجمي يوني لك ريال مدريد. مش ريال مدريد. خديك ميتان مش باي. تولي لك. ريال مدريد. سي وجد. ريال مدريد ليه. ايه خطر توا في الوقت العادل مش الميذال باي. دونك النادي افريقي يسمي روتبالو وراي مباراة صعبة. يسمي مباراة صعبة والاخطاء اللي صارت في الماتش اللي فات. والبليتوس زوز ما تشو هدلي فاتو. والتعادلات اللي وربعهم ثلاثة تعادلات ما عادش توا آآ يرضي جماهير النادي افريقي وانا اتخرج بتاعاد الاخر ولا لا لا قدر الله هزيمة. دونك انتصار النادي افريقي في التطوين. حاجة ضرورية وضرورية جدا. بشي وقف النزيف متع النقاط. شفنا مع المدرب برشة صار لغط على المدرب بيتوني. انا بصراحة عندي ثيقة كبيرة في المدرب بيتوني. منين جاية الثيقة هاي. الثيقة موجودة من الخدمة اللي قاعد يخدم فيها. شنية الخدمة? حس بالتحذيرات اللي عملهم الفريق يعني كنا صار. ما تشوفش مبالغ فيه اللي كلم عليه سي واجدي. هاني مش نجيد تكتبه مزلت الخمسين في المئة الثانين. بح. فهمني لكن صارت اخطى. مم. يجي شو اخط نحكم على مدرب من احكمش انا على ديشان جموع ملهم ولا حاجة بعد نقول صي ذي انا عمل عليه كروة ومعان شاذا المدرب. لا لا ناخذ بطريقة شاملة يعني كل شيء من تحذيرات ومن من من الاجواف الفريق من الخطط التكتيكية اللي يلعب بها من التغييرات كل شيء استنتوا. الفريق بالنسبة اللي انا في الطريق الصحيح لكن جيت عظارات. العظارات كان المدرب عنده بعض المساهمات فيها. بعض احيانا يعني التشكيلة يعني فيها وعليها بعض احيان تغييرات يعني مش صحيحة بعض احيان تغييرات متأخرة كل شيء. اذا يمكن اثر يعني على على الفريق. بنا نشاط الرئيس يوجي لحقا بيتوني عنده افكار عنده الخبرة الكافية يعني ما هوش السيد جامل لشيء. دونك يعني اللي حد لين لحقيقة خدم خدمة كبيرة هو الصافة متاعه. اه كل الصافة الاول للتحذيرات تحذيرات كانت اه ممتازة كيف كيف لحد الآن الاداة الحقيقة فما فرق بيه برشرة وبين نادي الافريقي متاع العميل الاخرانيين وبين نادي الفريقي متاع متاع اسناء. حتى النتائج تاول حقيقة ما تعكسش الاداء متاع النادي الافريقي. وممكن اذا كان عنده وقت الفما وقت من هنا لنصور في البعد ترافي ناجم يصلح برشة حاجات بما حاجات ما مش مشيتش بركزومبل في نادي الافريقي خاصة على مستوى التجسيب. خاصة على مستوى كيف كيف لتاك دونك فهم مشكل كبير برشة فلا تاك. اذا كان يوصل وانه يخرج الفكرة اللي من خلاله ينجم يسجل اكثر افكاء يسجل اكثر اهديف يوصل لمنطقة 18 متر باكثر سرعة. نتصوره انه لان النادي الفريقي لحقيقة كيف كيف بيشكوننا رقم سعب في البطولة كما كما توقع. بتوني انا كنت حكيته معه لحقيقة اول في اول الموسم كلمني وحكيته نويات قابلت نويات وعلي بوميجل تحدثنا شوية دونك ووقت اللي حكيته معاه يعني مدرر. ماذا كلمني وقته على اساس بش نحكيه شوية مع بعضنا وفهمة كانت النية وانه بش كان بش يحطني في الستاف متاع ومتاع. وعليش ما تمتش الامور. في تاتر فهمة ما بتعرف انه وقت تكلم كالتراجي فهمة سكوني يكلم الهيئة متاع تراجي يقوله مكلي بيست. واذا كان مش تكلم كلكي بقولك لي فوق علينا اخوه اذا كمعرف بنتي ما هو الاسبرانس. هذي المشكلة الاخي خلي. كلام ثابت صحيح لكن تاوه شنو المطلوب. المطلوب بيتوني وانو الاخطاء اللي صارت معاهش تتكرر. لانو صار يعني نزيف تاع اخطاء بتاع نقاط بليتو. معنا هوا الاخطاء اللي صارت شنو مشكلة النادي افريقيا. انا مرايش مشكلة وجوب. ومايش مشكلة دفاع. لانو دفاع عنده المدفعين ممتازين. نفهمني على يوسف واحد من احسن المدفعين الموجود مش في البطولة. انا اقول لك فاللاعبي الافارقة اللي قاعدين اشتوا في بطولة الافريقية. اه مشكلة النادي افريقيا وسط الميدان. وسط الميدان التوه بيتوني ملقاش التركيبة المثالية. والفعلة والناشحة في وسط الميدان. بخلاف سيماكولا التوه ما ثم حتى زوز لاعبين اخرين ينجم يكمل بهم لوسط الميدان بشي يكون رو مشاكل الهجوم ممتع اه نادي الافريقي سببها وسط الميدان. رو ما عندكمش فكرة قداش من كورة تتقصي وسط الميدان. ما عندكمش فكرة قداش البطء كبير في بناء الهجمة. اه لاعب كما غيث صغير كان من احسن اللاعبين اول مجنة دي افريقي. توا معاش نعقله. انا واحد من الناس ما عادش نعقله. مستويات رجع باش. قاعد يلاعب فيه ويشرك فيه. هناك المدرب يقول لك انا نعطيه فرصة على الله يرجع الفورما كيرجع الفورما نربح اللاعب. لكن المشكلة وقت اللي يزيد يخطأ وزيد يخطأ وزيد يخطأ ويكون سبب يعني في برشة مشاكل في وسط الميدان. بخلاف السماك ولها مثلما حتى لاعب لحد لان اقنعني وانو يزم يكون اساسي في الواحد. ممكن لو يرجع قاية مالك ويلعب خلف المهاجمين كما كنا نحكيه. ممكن يحل شوية مشكلة بالنسبة البيتونية. مم. لكن مشكلة البيتونية انا في بعض الاحيان للاعبين للممتازين يحطهم على البنك. علي يوسف معنا واحد من احسن اللاعبين. اصرتها مموش. خصوتي مموش حطوها عالبنك ومبعد لعبو اه اساسمو اه روني اتني اه دي دوف. فهمني اي. معناها حطو ريرقوش ونجح حملية عصر امموش حفناها هو علي يوسف حطوها مالبنك. مم. ما امم. دوت باجا هادون. فهمني اه بالدباجا معنا اجي الازوز احسن اللاعبين متاعك انت في خط الدفاع. وتقول هاوش ندور الايفكتيف. فهمني ما امم تشيش ندور الايفكتف ضد اه فريق المتصدر في البطولة ممكن الاختيارات تضيف بها وعليها فهمني تخلي مصابين هنا رجعوا الموضوع متاع آآ عاشوري مصاب ما يقعدش على البنك فهمني دونك اذا كان قاعدوا على البنك ولا برب انو ملاعبوا مبعد وست هابتهم دونك تصور وانو بعض الاختيارات يصير شوية معناها هتروشيك بالنسبة المسيو بيتوني واكيد وانو نادي الفريقي لو ينتصر في التطوين اكيد بشي يرجع يعني الاثنين صح احمد هاي مختار ما تقول لك يتبج متعضي الكليو برا متعضيني اشتب مماشي لحمد الزاعة يوم قليني انا بسرعة عاي بسرعة ما عاش عندي وقت حتى ما شويت بش اخو كلمة عالك ما شويت انا فما كلمة شقولة انا وقتلي وقتلي لينا تحذيرات متعبيتوني ما كنت نتخيل في روحي النار جولة ثامنة عندي مشكلة في اللي كلوار ليه وطوو مشكلة النادي الفريقي السرار في كي زومبي ما ترشقش خذراوي كذي معناها الحقيقة الكم اللي جبناها متع جوارات ما كنتش انا حاسب رأي الكلوارات متع النادي الافريقي ما خدموش وما قاش حولوه البيتونية في الكلوارات لنجم يخدم مع الخذراوي ورينيه الجوار مش هو متع البقليوة السرار في متعدي باساجافيد كي زومبي ما فهمتش علاش وما يهباتش تيطولير هنا نحب سؤال في الوقت اللي انتي تخدمت جوان مع البيتوني ينجم يجي ينهار تكون انتي افكار بتونية تتبنيها نحكي على بومنيشل فما نهار ينجم يكون هو على يعني يتبنى من كثر مخدم مع انترونير يتشبع بالافكار متاعه ويقول يخدم على طريقته ينجم يهز النادي الافريقي في السؤال ينجم اما مدرب ديما عنده تصور شاني نخدم بعضنا حتى العشرين سنة لك ديما تبقى فهم اختلاف وجهة النظر ديما عندي فكر معين والفرق بين المدرب والمدرب وفي التصور وفي اليماجيناسيون وقت يحط قدامه يفكتيف يعرف اللي ويني نجم يصنع الفرق ما يقصد تاتاوين نحب شكل تاتاوين المبادرة اللي عملتها وتصويرة موزح سنة يعطيهم الصحة يعطيهم الصحة بالحق معني هل لقطة حلوة احمد يا من اخو كلمتين على ماتش القمة نجولة هيري السياس اس والاتحاد المونستيري ذهللي اه نتصور باش نشوفه برشة كوه هو مباراة كبيرة ذي اه مباراة صعيبة على السياس اس وكذلك على الاتحاد المونستيري الندي سفيقسي مطالب بانو يحقق نتيجة ايجابية باش على الاقل يقعد في الكورسة من اجل الشمبيونات في المقابل الاتحاد المونستيري فريق اه اظهر سنة امكانية كبيرة فريق قدم مردود ممتاز فريق اه كان مميز على المستوى التكتيكي على المستوى الفني فرديا جماعيا تقريبا الاتحاد المونستيري السنة بدرجة اقل الولمبي البيجي والدرجة الجريسي من افضل الاندي الموجودة في الشمبيونات النادي سفيقسي عندو اه اللي زاتو كله باش عال اقل يكون مردود احسن ومردود وافضل وانا في تقديري مباراة المستير باش تكون اختبار هام وربما فرصة الخيرة المدرب النادي سفيقسي باش يعدل الامور باش يحسن ادا الفريق اذا كان النادي سفيقسي مفازش تقريبا باش يكون يعني الموسم صعيب برشة ناعم موسمي باش يكون يحب الماتشواتي ذو ما اللي فيهم برشة كورة وان شاء الله نشوفه مقابلة طيبة من ناعم حسني مباراة القمة بالنسبة ليانا مباراة القمة هي الولمبي الباجي وجرجيس لو لو ثاني صحيح صحيح يعني هذي مباراة القمة بالنسبة لنا بالنسبة لي يعني زوز في رق يعني قاعدين يقدموا في علاقة النتائجها يعني ممتازة وانا نتفاجه مانا شكون نعتيك من عرش قداش قبل بداية الموسم مقلوك شني مباراة القمة في الجولة الثامنة رايب باجا وجرجيس ولا واحد يوقع عليها الحكاية فهمنا قمة وفي تستور قمة وفي تستور في مجاز البيب وعلاش ومفروض يزم تكمل باجا تلعب ما تشويتها كل في مجاز البيب يعني كيفاش يقولوها بورلا الواحد دمانا اذا كان بداية ما تشويتها مجاز البيب تكمل مجاز البيب مش تكون ثم يعني عدالة فهمتني ما بين الواحد وحاجة اخرى رايب باجا جرجيس قاعدة تقدم في اداء وبجلبان يعني بجرجيس ساحة الخدمة اللي يخدم فيها وبالنسبة لولمبي باجي شوية بداية تعثر شوية وان شاء الله يعني لانهم تعرف توزوز تعادلات ورابع ذا آآ نصيف بيوي يحط الفريق على السكة باربعة انتصارات على اربعة وغادر الفريق طوي الفريق عمل انتصار وزوز تعادلات يزمو لولمبي باج يرجع سكة الانتصارات اه زوز تعادلات مع السياسيس والكلوب ومتعادلات هي لكن الكلوب بقى تلعب لك سبعين دخاق بعشرة ومني دونك نتصور عنو لولمبي باجي مطارب الانتصار بش يرجع لسكة الانتصارات لانو تعادلات مجيب حد شي واضح عاتكم الصحة فقط نتائج التصويت على السامي هلال خمسمائة وثلاثين شخص شركوا في التصويت خمسين 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 يقولوا تظلم وخمسين يقولوا ما تظلم السامي هلال شخطي ثابت على انشيلوتي شبي؟ اريد وانو تلسي في موزايق البارح في خسط فرمز بو اي لا نحب ان ان انا نأكد الوقت لانا حكيت على انشيلوتي ووقت اللي نشوف العين في العين بتاعو في برشة تعب خطرا انا عندي مواطيات اه او تتر السيد ما يعرفش بسلاح دين ساكوح في موزايق تفديكها مش مشكل لانا اي ما يعرفش ووقت لان انا وقتل قلت عنده تعب ظاهر على عينيه ظاهر المنهك عندي معطياتي اللي هو ما وش بشكمل السيزون فهمني وعندي معطياتي بدي صالبة لعائلة متاعه ولده صاحبي برشا بريباراتير انطونيو بيونتس صاحبي وكان يدخل معي في التاسعة وهو يجاب حذية لتونس عدة مرات وعنده مازل شكورنا المنتخبتي صاحبك انت للي اهضم هذي قاية متاعي كان يدخل على جوجل طوي عارف الشي اذي فهمني دونك انا وقت اللي حكيت على انشيلوتي تجل نعرف الي انشيلوتي عندهم مشكلة في الفستيار مع بعض اللاعبين نعرف الويلضوا عندهم مشكلة مع لاعبين في الفستيار زيدة ذونك صارت مشاكل وليت مشاكل عائلية في الفيسير عائلية جملة واحدة اي عائلية خطر هو المتركة بالفيردي والزوجة متاعه كانت عاملت الاستاتويل والد انشيلوتي بآوديي كيف كيف صارتلي مشاكل معه بالفيردي بعد التدوين هذيك دونك فهم شوية شوية مشكل واضح هذيك صح نعرف اللي هو ما عاد شي ينزم مش مشكلة يعطيك صحة شكرا لك شكرا لك ثواجي الصيد شكرا لك احضرك معنا ايضا نحمد الصالحي يعطيك الصحة وشكرا لك مختار الدبوس ايضا على تواجدك معنا شكرا ليد الكل في الاخراج جمال تحيات اسلام المتب